طيب هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن المورفولوجي في الامج بروسسنج هنتكلم ايه المورفولوجي والاستيسية في المورفولوجي ولو احنا عايزين مسلا نعمل كزا مع بعض يعني وهي اللي يتم بناءها بناء على المورفولوجي طيب مبدايا بس قبل ما نبدأ اي حاجة الامج ممكن تبقى احنا المورفولوجي يشغل على الباينر ايمج بس ما ينفعش نشتغل على كري ولا على الوين واللي ما باجي اقول ان الصورة بتاعتي ابيض واسود فاحتمال الابجيكت هو اللي يكون ابيض والباقي كله اسود او العكس ممكن يكون خلفية تكون بيضة والابجيكت هو اللي بالاسود فالزيرو الوان او اللي كان دوائد ده ممكن يتبدل ومحتاجين نركز بس ايه اللي بال partic في المثال بتاعي عبارة عن ايه والوايط عبارة عن اهلا هو الله طيب طمام المورفولوجي ده بيعبر عن الامج بروسيسينج تكنيك اللي بتتعامل مع الشيب او المورفولوجي بتاع الامج يعني أنا معي object محتاجة مثلا أطلع على الكنتور بتاعه معي object محتاجة أن أنا أعمل segmentation للobject أو أن أنا عايزة أدتكت الشيب معين محتاجة أن أنا الobject ده أشيل أريموف كل النيز اللي حواليه وهو اللي يبقى موجود عايزة الobject ده يصغر شوية يكبر شوية يعني محتاجة أن أنا إيه بتعامل معه الشيب اللي موجود في الصور وبالتالي أن الهدف من المورفولوجي هو أن أنا بريموف اليمبرفكشن يعني لو عندي object عايزة أصغره ده معناه أن أنا فبقى عايزة أشيل كل الحاجات الزيادات اللي مالهاش لازم حواليه ولو محتاجة أكبره ده معناه أن أنا عايزة أعمل له بولدينج أو أن أنا أهايلايت الحاجة دي بحيث أنها تبقى ظهرة أكتر لأنها ممكن تكون مكتش ظهرة فمحتاجة أريموف اليمبرفكشن يعني لو في حاجة مش مزبوطة في الصورة أنا بقى عايزة أظبط الدنيا وبتعامل مع اليمبرفكشن طيب لو عندي مثلا صورة زي كده لو فرضنا مثلا كان عندي صورة وبعدين عملت يعني يعني مثلا عندي عندي صورة وفيها صورة الشخص خلينا ندقل مثلا ده شخص وفيه هنا مثلا وردة وشجر وهنا خلفية أرض ومش عارفة أي حاجة أنا عايزة بعض الأحيان أعمل سيجمينتيشن أنا عايزة الأوبجيكت نفسه الأوبجيكت اللي هو إيه البيرسون فالصورة يبقى فيها البيرسون بس كده والباقي كله حصل فده اسم السيجمينتيشن دي في بعض الأحيان لما باجي أعمل سيجمينتيشن ممكن يظهر لي مع الأوبجيكت بعض الحاجات اللي هي يعني مش مع الأوبجيكت حاجات تانية إضافية يعني مثلا لو أنا هنا ده يعتبر بصمة الإيد أنا عملت لها سيجمينتيشن وظهرت لي بس كان في الإيميج الأصلية في شوية حاجات كده ملية في النوائز دي ممكن تكون يعني الفينجر برضو محطوط في مكان في النوائز دي فأنا محتاجة أشيلها فده شكل بتاعي اللي أنا متوقع بعد المورفولوجي أولا النوائز هي الشال اللي هنا ثانيا الإليمنس دي هتبقى بولد شوية دي هتبقى زهرة مش هتبقى مش هتبقى يعني برضو النقط اللي في النص دي هتشال برضو دي نقط ده هتشال وهيبقى الدنيا كلير وكمان ممكن خليها تبقى بولد أو واضحة الريجونز بتاعت ده المورفولوجي طيب إزاي يعني إزاي ممكن أستاذ المورفولوجي علشان أو إن أنا مثلا عندي حاجة زي كده عايزها تكون أو إن أنا بس بريد تو ممكن أخليهم بيبقوا منفصلين عن بعض أو إن أنا عايزة مثلا أنا أقول إن two objects connected وبعض عايزة إن أنا أقول ده مربع دايرة في حين إن هم متوصلين ببعض إزاي ده أقارن two objects وبعض فأنا محتاجة أميز إن ده object وده object أو ده شيب وده شيب وكذلك ده فده المورفولوجي إنه هيجي في مرة هيقول لك على فكرة هيطلع لك كل الدوير اللي في الصورة مثلا بس أقول لك طلع لك كل الـ squares اللي في الصورة كده فلو طلع لك كل الدوير يبقى مش هيلغي للـ square والعكس فهي نعرف إن إحنا في الآخر نقول إن ده object أو ده شيب وده شيب هيبين طبعا الحاجة دي بتحصل إزاي يعني الفكرة بس إن المورفولوجي مبني على الحاجة اسمها set theory يعني هحتاج في مرة من المرات هيبقى عنده صورة واحتاج إن أنا أقول إن فيه صورة جزئية من صورة طبعا مش لازم الـ b دي تيبقى صورة ممكن يبقى صورة وده جزء من صورة يعني هنشوف دلوقتي أو مثلا وساعات ممكن يبقى الحاجات الـ intersection من بتاعهم فاي والـ difference دي معناها إن اللي موجود هنا ناقص اللي موجود يعني اللي موجود هنا ومش موجود في الـ b موجود في الـ a ومش موجود في الـ b دي بعض وبعض الـ operations الأساسية فيه set theory هنلاقينا نحن بنتطر نستضمها في الموفولوجي ممكن برضو الترد يستخدم حاجة اسمها end وor ونط اللي هي logical operations و xor والnant زي مثلا هنا لو عندي دي الصورة وعايز أجيب النط بتاعتها النط يعني أعكس اللي بيدي وصولي شو ده بيض الـ end أعمل دي end معادي ها هعمل اللي هي الـ intersection وشوفي الـ intersection بين الـ object هتطلع للنقطة الجزء اللي هي جود ده or يعني هعمل merging ما بينهم هخلي اتنين end يعني هخلي اتنين موجودين فيبقى عندي الـ object ده xor معناه ان الاتحاد ناقص التقطع يعني ده الاتحاد ده هيديني الجزء ده شيل منه التقطع هيديك الـ object ده فكأن ده ناقص ده هيديك الـ xor فالxor يعبر عن or ناقص end طيب النط النط end يعني هتعمل النط للـ a وتعمل ending مع b فقدي الـ a وعملت لها نط طبعا دي نط a بعدين هتعمل لها ending مع b ده هتعمل لها end مع b هيتكون لي الجزء ده طيب end اللي هي الانترسيكشن طيب فدي بعض حاجات ممكن ممكن نستخدمها في النص يعني برضو واحدة من الحاجات الاساسية اللي لازم اعرف ايه هي اللي هي structuring element structuring element عبارة عن binary image ممكن يكون اي شكل بس يعني يفضل انه هو يكون له يعني اللي هو center يعني لازم يبقى له center ممكن يكون 3 زي ما انتم شايفين كده اللي هو مثلا يعني حاقة اللي هو element بس ممكن يبقى كده مش لازم يبقى ضياجنة يعني ما يبقاش فيه واحد فوق واحد تحت واحد شمال واحد يمين او مثلا فيه من كل الجهات اللي هو 4 connected او 8 connected او اللي هو 3 elements vertical او horizontal عادي يعني طيب دي الاشكال عندي كده 4 connected 8 connected ممكن يبقى المنظر ده يبقى 8 connected بس قريب من 4 يعني البالش دي مش موجودة او ممكن يكون ده horizontal وممكن يكون vertical وممكن يكون 3 وممكن يكون 5 او اتنين دي الاشكال المشهورة يعني دي عبارة عن ايه لما كنا بنستخدم حاجة اسمها convolution او special filtering ان انا بيكون عندي filter بمشي على الصورة فده ده شكل الفلتر فالمرفولوجي ببساطة هي ان انا بدأ اطبق convolution على الامج او special filter على الامج اللي عندي والفلتر ده بيكون كده ويعني بس حاجة نقص حاجة حاجة او الاتحاد فنشوف مع الوقت يعني ايه بس هو في الاخر convolution يعني طيب لحظة استنى انا مفروض اشير بالشكل ثاني سواني ال دي ايه شال بس في حاجة كده عايز ازهر اه دي ال اه اه شال بتزهر في ال انا عملت كده اه ده انا فيه عشان بس الامان طبعا ده اللي يبقى ظاهر اللي هو طيب ده اه عرفت يعني ايه وهحتاجه يعني انا يحتاج الحاجات دلوقتي وبعدين برضه احتاج حاجة اسمها فت وهت اه فت اه فت دي معناه ان انت دلوقتي عندك ده بتمشي على الصورة ولو حصل ولا اربعة دول حصل ما بينهم ان مثلا دول اربعة وحايد كانت تحتهم اربعة وحايد ساعتها بقول ان البيكسل دي هتبدل هتبدل زي ما هي ابو تغير بين صفر الواحد لكن لو لكن لو الاربعة دول جم بحيس ان انا عندي ايلمنت واحد هنا هو اللي حصل انترسيكشن فمش هتغير البيكسل فاليو دي فالفت معناه ان كل البيكسل لازم يكون تحتها نفس البيكسل عشان ابدأ اقول ان كده حصل فت لكن الهت ان هو اي ايلمنت اي وان بيكسل حصل لها انترسيكشن مع الستركشنينج ايلمنت ولكن دي اول بيكسل الفت يعني اول بيكسل ازي حصل لهم انترسيكشن طيب اه ده اللي هو الفت وده الهت وده لو ما فيش اي فت ولا هت يعني ما فيش اي انترسيكشن طيب خلينا بسلا ندخل ده شكل الامثالي على ان يكون عندي رقم في السنتر اه وكل اللي جواه وحايد وده برضو او ممكن يبقى شكل كده ويبقى حسي يبقى عندي وحايد هنا بس في او في الحاجات اللي هي في على جنبي اه والممكن يبقى عندي زي كده برضو وحايد هنا وحايد هنا وفيه وزاويتون دول بس طيب اه ده بس انا نتشكل الصورة لو انا عندي صورة وعايز اعمل فت او هت بشوف ده موجود بالزبط فين يعني دول كان بتسع وحايد تسع وحايد موجودين هنا ممكن طبعا ان اليوم موجودين في النص هنا بس ده مثال على ان هما ايه موجودين كلهم ده كده مش كله موجود طبعا انا كل ده مش يعني مفروض ان انا يبن يعني 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 يبن في الاسلاد الجاي اه ده لو انا جيت اعمل ما لقيتش ولا واحد بس فممكن الاستركشن انت ما يجيش كله فبعمل هت بس مش فت ده كده هيبقى فت ممكن ده يبقى هت او ده هت فخلينا ان نشوف الفندامينتال اوبريشنز في المورفولوجي اه فيه تو بريشنز مهمة انا او او المورفولوجي بين عليهم اللي هو مبني عليهم هو الاروجين والديليشن اه خلينا نعرف بس يعني ايه اروجين اروجين يعني انت عندك صورة اوكي تمام؟ عندي صورة فيها تمام؟ وهننفرض مسلا فيه صفار وفيه بحايد وكده بعدين اه فين مسلا فاني مسلا اقول واحد صفر المسال ده مش اه خلينا نشوف المسال ده احسن لو انا مسلا عندي صورة صورة بالمنزر ده اوكي الاروجين الايمج دي انا عايز اعمل لها اروجين وهشوف الاوتبوت هنا اروجين يعني عايز اعمل اا اا شرينكينج للصورة يعني عايز اصغر دي شوي عايز اصغرها شوي فانا هيكون عندي بحيث ان الحاجات اللي بلون أصفر دي فيها وحاية فلو حصل الاربع وحاية دول حصل وخلنا نعمل فت لو الاربع وحاية دول جوم على اربع وحاية ساعتها البيكسل فالو هتتغير يعني عندي مثلا حاجة زي كده انا بدأت من هنا بحيث ان السنتر يبقى في اول element كده انا هجي اول element ده يخليه في السنتر بتاع structure element هيبقى كده بعدين هفضل امشي في ده مفيش اي hit ولا fit خلنا انا بدور على fit اللي هو لازم كل يبقى موجود هنا برضو كل مش موجود هنا حصل intersection في element واحد او حتى ما اعتبر ما حصلش لاننا لازم الحاجات الاصفر يعني اعتبر ما حصلش intersection هنا حصل intersection في element ده بس بالنسبة للاربع دول فيه هنا element ده بالنسبة للصورة في value وهنا برضو في value الاثنين بيتطبقوا في كومة الone انهم فيهم value يعني ولكن كل دول محصلش intersection طبع بدور على fit يعني لازم كله يبقى معايا فالvalue دي مش هتظهر عندي في new image هعمل كده برضو هتلاقي ان حصل اول intersection بس الفوق ده مش موجود وهكذا ده حصل intersection بس الفوق ده مش معايا فالvalue دي مش تبقى معايا طيب هاجي اعمل كده هلاقي ان حصل intersection واحد بس هنا intersection 3 بس لازم يكونوا الاربع صفر دول اعملت كده هلاقي ان الاربع صفر دول خمس اربع صفر وده محصل لاش intersection هتكمل هيجيلي مرة هلاقي كده الاربع ظهروا معايا فالبيكسل دي هتظهر في الجديدة مثلا واحد اتنين ثلاثة اربعة واحد اتنين ثلاثة اربعة دي لازم البيكسل دي لازم تكون في الريزولت البيكسل دي لو عايزي مثلا نعلمها مثلا ولا حاجة هي هتيجي في الاخر اوبط هيجي يعني طيب نكمل الاقي ان اللي بعده برضو حصل intersection فالالمنت ده برضو هيكون معايا وهكزا هاجي هنا الاقي الانترسكشن ما انتم شايفين ده لسه ما حصلوش intersection كله دول حصل لهم فهاجي عند الالمنت ده لسه بيكون موجود معايا اللي هو التالت واحد هنا ده ده معايا فانا عندي بوقتي ده ده حصل intersection وده حصل intersection وده برضو يحصل في intersection بس خلينا نشوف تمام وهدي جدا تلاقي مش كله حصل في intersection او مش intersection في كله يعني ده برضو الالمنت ده اللي هو التالت في الصف ده فخلينا نرسمو يبقى عندي ده الالمنت ده هو اللي موجود بعدين مش هلاقي تاني حاجات ايضا كله مش يحصل intersection اللي يوم كله فرزلت بتاعي طبعا انا بوقف لما بيكون زي ما وقفت عند اول element هقف هنا عند اخر element center يبقى موجود هنا اهو ووقف بقى ده الناتج طبعا بصرف النظر عمليه الاوضر من الازرق بس ده الجديد يعني ده العنصر الجديد او process the image بعد ايه erosion هو ده ان انا عايزة عندي shape وعايزة عمله ايه shrink او ان انا صغره اه هو ده result ده ال process يعني عملت composition مع structuring element ولازم structuring element كله يحصل له fit يعني يحصل له كله يبقى موجود اه ده ده مثال ال erosion لو انا عندي object زي كده image يعني عملت لها erosion مع حاجة ايه انا بعملت لها ايه shrink يعني خلت رفعتها شوي لو لو كبرت structuring element مثلا يبقى خمسة في خمسة هيحصل ايه ان الصورة ممكن تتمسح نفسها لان هو هيمسح منها بقول لك هنا اخد بالك ان in these examples a one refers to a black pixel ان ال one هنا بيربريزنت ال black طمعا معروفة ان ال black يعني ان ال zero يعني black وال one يعني white بس هو هنا شغال بالطريقة دي ان انت عندك structuring element كله واحد زي ما انت شايف كده زي ما شرحنا هنا هنا الجزء ده بيكون وحايد فانت بتشوف ال interstiction يعني بتشوف ده جه جه فين يعني اللي هو ده خلي مسلا ده بتليه عندك واحد 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 يبقى هو حصل interstiction كامل حصل fit كماما فبعمل ايه الفت يعني هنا وحايد وهنا وحايد فلما تاخد بالك ان ال واحد والصفر الصفر ده يكون اسود والواحد يكون ابيض وبقول لك يعني في المثال ده انه عاكس بس يعني كأن ال interstiction element ده كله صفار وده وحايد كل ده صفار والبق ده وحايد وهنا كل ده صفار عادي كأنه كانه عاكس ال operation يعني بس عشان بس يبقى لك الفكرة ال a وال b او ال a لما تزغر وتكبر لان ال a عشان تزغر وتكبر والصلفية بيضة فلازم اخل ال object ابيض اشهد يعني طيب ده برضو مثال تاني لو انا عندي original image وعايز عملها erosion بس بحيث طبعا ان انا اغير dimension بتاع structuring element ممكن يظهر ال result كده او كده او كده كل ما اكبر radius او كل ما اكبر dimension بتاع structuring element وكل ما ال object يتشال منه كتير كيف انا عندي خمسة وبعدين عشرة وبعدين عشرين خمسة شال حاجات بسيطة اللي هي مثلا elements اللي هنا دي بعدين عشرة شال كتير ده رفع كده وعشرين كل elements راحت ومعادة بتاع ده بس ده برضو مثال طبعا التاني لو جربت تبص على كلها ده كله الناتج الناتج بتاعه ده كي يعني لو فردنا ده حرف اتنين بس طبعا اتنين مش كاملة فهدي ده ده ايه ده الناتج طيب بقولك ده بس بنسأل كل مرة هل ده بيفت هنا ولو بيفت هحط واحد هحط في المفروض ان انا بقى ان شاء الله زي من جيد اسمها بروسس زي من جيد كلها بصفار وابدأ احط واحد لما بيحصل فت المفروض الاروجان ممكن يساعدني ان هو بيسبلت عبارة جويند اوبجيكس الابجيكس لازق في بعض بحاول ان هو لما بيشيرين كده وبيشيرين كده الابجيكس بيظهر وبالتالي الحدود دي ممكن تتلغي وهنا برضو ممكن استريب قوي الاكستروجين يعني لو الصورة دي فيها حاجات اضافية ممكن تتلغي ويظهر للصورة كليلا عادي وبالتالي يعني بيصغر الابجيكس بعد كده في حاجة اسمها داياليشن داياليشن اه بانرمز لها بالرمج ده يعني مثلا عندي اسمها اف وعايز اعمل داياليشن معاها مع داياليشن فهو الاف دايرة جوها بلاس اه يعني هعمل داياليشن لالاف مع اس طيب كذلك طبعا لو كنت عملت دايالي الاروجين اللي هي شكل برضو معين ايه اف اروجين مع اس اه ورن الاف دا والاس دا اللي هو والامج جدا دايالي بروسس دايالي بكسل فيها 2022 ما بتبقى اوض ايمي بتبقى اومي زيرو. بتبقى لو حصل لأس وزيرو اثر وايس. تبعا ده عدى عكسه في الايه في the dilation اولي لا هتبقى اون لو يهيت مش فيفت يعني بيهيت يعني بياخد يعني واحدة بس حاصل الانترسيكشن في واحدة بس على القل من ال .. خلاص هتحول خلي الي بتبقى ايه بتبقى اومي غير كده يبقى البيكسل بزيروس. الاف مع الاس. طيب لو عايز اجرب حاجة زي كده هاجي مسلا نقدي طبعا في اول مرة انا محصلش انترسكشن ولا هنا ولا هنا فحصل في ده. يبقى البيكسل دي ما لها? هتبقى معاي. البيكسل دي الرابعة. الرابعة دي هتبقى معاي. هتبقى معاي. ماشي? طبعا لو كملت لو كملت انترسكشن دول تقريبا كلهم يبقوا معاي اهو. انا اخي الوبجيكت هيكبر يعني بس يا ثماني. نكملها بس الاخر هتلاقي ان الوبجيكت بقى كده. كبر كده كبر. ليه لان هو ممكن انا بس اكون في حاجة مش موضحة. خلنعمل كلير. هنا. لو لما انا كدت هنا. نعمل تاني. لما انا كدت هنا ما كانش فيه انترسكشن جيت كده كده. لما حصل ان ده حصل انترسكشن بحط البكسل ده دي يهل بواحد. السنتر بتاع السنتر بتاع السنتر بتاع السراكشن جيلي ما انت بقى بواحد. عملت هيبقى السراكشن ده بواحد. عملت هيبقى بواحد. فالتلاتة اللي فوق دول هم اللي بواحد. كانت دول بواحد. تمام? اا اعتقد لو عملت تاني اهو اهو. فمعي برضو لغاية الاليمنت ده. ده هيبقى معي. تمام? اا جيت على الابجيكت ده. وكملت كده كده. فاول ما حصل الجزء ده هيبقى معي. ده. لان حصل الانترتكشن. لما بتاعك كان هنا موجود هنا. بخلي ده واحد. همش عارفة كنت تتمنى طبعا ان هو. ده. طبعا هنكمل. نكمل كتير يعني. مش فاكرة. آآ معي 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 معي. يعني اخر واحدة بس ياللي مش معاني. اهو. اهو. اللي باللون الاقدر ده هو الجديد. اللي باللون الاقدر ده هو الجديد انا ما عارفش مش كاي بس اللون الاخدر ده هو الجديد طبعا طيب ده الناتج بتاع الديليشن طبعا ده مسال عليه لو معاك ديليشن معاك صورة بتعمل لها بولدنج اكتر كل ما اتكبرت الستركشن الان من ديليشن كل ما البولدنج بيحصل اكتر ده بيفيدنا في ايه بيفيدنا في حاجة زي كده لو انا عندي مثلا براجراف ويتحس من التكست كده قديم ممكن ان انا اعمل له بولدنج ازاي ان انا بعمل ديليشن ديليشن مع معاك 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 هطلع لو انت عندك حرف الايه هيبقى ليه كبيرة كده ولو عندك حرف الايه هيبقى كده زي ما جايفين النقط اللي في النص دي اه توصلت وبالتالي الكلمة بقت بقت بولد ده بعد الايه بعد الديليشن طيب اه طبعا ده مثال تاني اه هنا قلبي الديليشن بيربير البريكس يعني لو لو في حرف او اي حاجة اوبشيكت عندي او او شيب اه في بريك في النص فيك في اه مفيش مش متوصل بيبسلو ولو عندي يعني لو في عندي حاجات اه غريبة زي كده اه بيحاول ان هو يلغيها على قد ما يقدر اوكي ديليشن بيلغي الحاجات دي وبالتالي في ان ديليشن بيالرج يعني بيكبرو اه هنا هو مش مجرد افل الدايرة لا ده كمان تخنه تخن ده كده طيب هل ممكن استعمل الديليشن مع ايوة بنسميها بتوين الديليشن بحيث طبعا ان انا ممكن اقول ان انا اعمل ممكن اعمل الديليشن والكون بليمنت بتاع دي هيكون بيساوي الايه لو عملت لها الديليشن مع البيل اللي عملت لها اه او البيل اللي هو الايه طيب اه ففيه فيه يعني ان انا ممكن اعمل ما بينهم ان دي ممكن توصل لدي لو انا عملت الديليشن بشكل معين ممكن يبقى هي اياه اروجن او عملت اروجن بشكل معين ممكن يبقى هو طيب دلوقتي هنا بس بيسامرائز ايه الديليشن والايروجن الديليشن in general causes object to dilate or grow in size لكن الايروجن causes object to shrink the amount and the way that they grow or shrink depend upon the choice of structuring element طبعا كل ده ببنانا على structuring element اللي انا اخترته طيب الكمبوند اوبراتيشن ان انا ممكن اعمل كذا اوبراتيشن مع بعض مع الاروجن طيب فيه اوبراتيشن تانيين اسمهم اوبراتيشن الابنينج دي عبارة عن ان انت بتعمل اروجن والنتك بتاعه بتعمل مع الاروجن الكلوزنج عكس واحدة واحدة ان انت بتعمل دذاليشن وابعدا اروجن طيب ده الابنينج بتعمل اروجن وبعدين اذا انت عندك اوبشيك زي كده وعملت له اروجن فالكوننكشن ده هيتشال وبعدين الناتج بتاعه عملت له اروجن مع الستراشن هيبقى بولد هيبقى بولد اكتر من كده ده معنى الابنينج يعني هتحس ان الابجيكت يعني هنا تكلبش في نفسه لكن هنا اوبنينج يعني اوبنينج مفيش الميتاشن يعني هو مش مرتبط ببعضه ده الابجيكت لو عندي اوبشيكت بمنظر ده وعايز اكتر اوبنينج هده اكيد ده مثال طبعا هيبقى داخل فيه مش نعرف نعملها تريسينج بالزبط بس يعني هتبدأ تعمل كانك تعمل حاجتين اول حاجة معاك لصورة بتعمل لها بتعمل لها اروجن مع يعني بتشوف نتج الاروجن وبطلع لك بعدين بتعمل دي النتجة بتعمل لها مع مع مفرد يبقى فيه وارحلتين ده نتجك الابنينج اوكي طيب ممكن الابنينج ده يؤدي الى ان فيه اوبشيكت تتلغي لان انا اصلا عملت اروجن ولما بعمل بطلع ان انا اعمل لها اا عكس الشرينك ايه ان انا ازود او اتخنه يعني هيبقى بالمنظر ده فدي الريزلت اف اوبنينج لان هي الريزلت اف اروجن اا زين دي لاشن طبعا دي برضو امتج محتاجة اعمل فده شكل الريزلت بتاع ال اوبنينج طيب الكلوزنج العكس ان هي هي مسلا بتخليها اكتر اوكي شايف انت الابن دي بتخليها اكتر دي اوبن اهي بتخليها اكتر فدي بقى بتحصل لانتجي بتعمل الاول بعدين اروجن بتعمل وبعدين اروجن طيب كمان الحاجة دي محتاجة بطايا مرتاح بس اعتقد ان السرق الدنيا واضحة او يعني الموضوع ممكن يبقى متخيلينه ده ناتج الكلوزنج كأنك في الاخر ده ما تكتو اوبجيكس بدول ببعض وكمان ربطت الحاجة ببين طيب ده مثال الكلوزنج الدنيا بتمشي ازاي انت ممكن تطلب تعمل كتير من يعني مش لازم بتعمل او اروجن ممكن تعمل اروجن وبعدين اروجن وبعدين اروجن ممكن تعمل او اوبنين وبعدين كولوزنج يعني بتعمل حاجة كتير جا طبعا هنا في المثال ده لما انت بتاعي ودي الصورة في الاصل في الاخر طلعت كده او كده او عايزين نختار دي براحتنا لو عايزين نختار دي براحتنا طبعا دي بولد اول فمش واضح فا لان بس اسمها ايه لازم يكون الخطوط يعني مش دخل مش لازق فممكن تختار الصورة دي بس يعني بعرفك انه ممكن يطلع نتاج مش بالزبط يعني عايزة استفاد من في حاجة مش هنعرف نبين الكتيرة اللي بصدنا من مرفولوجي زي لكن هنحاول نقول مثلا اثنين ثلاثة او حاجة زي كده يعني في حاسمها وفي وفي بحاجة سمها وفي حاجة سمها بالنسبة ل البوند ري طيب خلينا وسألتكلم على البوند ري اكستر او خلينا او مثال زي كده انا عندي صورة وعملت لها حاجة وفي الاخر انا عايز اوصل لل البوند بتاع الابجيكت فده ممكن يحصل بال ايروجين اكي ازاي بقى البوند بتحصل بال اوبريشن دي ان بتاع الا هيساوي الا ناقص الا ايروجين مع البي ممكن اعمل ايروجين مع ب وانتك بتاحها اطرحوا من الا او اننا هعمل ال ا دفرنس من اجد ده فده ال ا وده ال ب هعمل ال ا مع ال بعدين ال ا ناقص ده يعني ده ناقص ده يعني ده صفر ناقص واحد 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 ناقص صفر هيبقى واحد وده وده ده ناقص ده يعني مسلا واحد ناقص واحد هادي ناقص يعني الاماكن اللي فيها هنا وهنا ده خليها بوان يعني نفس الشيف ده كده بالضبط هاخده من هنا واترح غير كده اللي بقى هيتساب تسمى وطبعا لو ما استطبقنا على صورة ده هتبقى كده طيب في حاجة تانية اسمها يعني ممكن يبقى عندك وعندك جواها اللقطة الصودة دي طب تبقى عايز تغليها كلها سودة يعني كلها بيضة هنا كلها بيضة هنا كلها بيضة عايز النقطة اللي في نص دي او الريجون الفلوس دي تقفل ده معنى ريجون فيلنج يعني ريجون املي ريجون given a pixel inside a boundary ريجون فيلنج attempt to fill that boundary used object pixels طيب لعملها ازاي اننا هيتمم بمسال طبعا همسك نقطة واعمل dilation مع النقطة دي مع البي او الاسترائشن element وقرر الابريشن دي بشكل كبير وبعد كده الناتج بعمله union مع a comment اوكي هيبان في مثال طيب انا دلوقتي عندي هنا ال ادي ال ا واد ال ا واد ال ب محتاجة اول حاجة عاملها ايه محتاجة اجيب ال k minus 1 طمام يعني هعمل ال a 0 a 1 a 2 3 ف a 0 ببدأ بنقطة يعني انا ببدأ بنقطة اللي انا عايزة fill الريجون بتاعتها كيانا دي النقطة اللي هي ايه اللي موجودة في السنتر يعني طيب اجي لل k 0 دي واعمل لها واعمل لها مع ده هعمله مع ده هيطلع لي النقطة هتيجي تكمل هيبشي جنب اللي جنبه هيطلع يعني ايه مش يعني اي انترسيكشن فتلاقي ان ناتج الانترسيكشن بتوين الده وده يبقى عبارة عن ثلاثة ال من ستول تفهم والنتج ده نسمي x1 بعدين اقرر نفس العملية على x1 انترسيكشن مع هيديني ده ومفروض بقى اننا بدل اكمل لغة x6 x7 كملت كتير 3 4 5 6 وجيت عند ال 6 طلع لكده وصلت لل 7 وطلع لكده بقف ليه بقف لان بقف امتا يعني لما تلاقي نعمل لها يونيوم على ايه كملمينت ده هيبقى ناتج اليونيوم يونيوم يعني يعني اليمنت ده هيبقى موجود هنا اكيدا عندي بصفار وبعدين عندي هنا طيب ممكن ال برضو اه طيب ماشي فده ناتج اليونيوم ما بين الحاجات هيتلع صبعا شكل ده اه يعني عندي ده وبعدين لو عملت وان ريجون فيلت الي هو ده عايز اطبق على كل الريجون زي بقى كده فالوبجيك طبعا شكله احسن الي هو كيان انت عندك الدينة كلير بعد كده في حاجة اسمها hit and miss transformation hit and miss الهدف منها ان انا اعمل حاجة اسمها object detection بديتكت object يعني مثلا هنا عندي خلينا نشوف ده عندي مثلا هنا الصغير ده عايز شوف الصغير ده فيه منه كم واحد عندي واحد اثنين ثلاث اربعة خمس عايز اقول ان هم خمس ده ده المعنى يعني انا عندي original image وعايز اقول ان object ده ظهر خمس مرات عملها ازاي ده hit and miss برضو يعني عادي انت اولا بيكون عندك اتنين structure element اللي هو عبارة عن عبارة عن object اللي انت عايز تدور عليه ويه ال b2 ده عبارة او ال structure element التاني ده عبارة عن w minus x ايه هي w خلاني انا بص عن مثال ده احسن عندي image اسمها a وليه وليه عبارة عن union بتاع x y z تمام x y z حسن طبعا ان y هنفرض 20 في 20 وال x 10 10 وال z 5 5 بالنسبة للصاز يعني الظهر اجيب window اسمها w اكون وحطها فوق x بحيث تبقى اكبر منها باي حاجة فنفرض مثلا 15 15 تمام وابدأ احسب w minus x w minus x اللي هو الفرق من الموجود في w ومش موجود في x هيبقى ايه هشين x خلص من w تمام هيبقى عندي هنا w وده الناتج يعني ده بنسمي b1 وده اسمه b2 b1 b2 طيب احنا هنعمل ايه بقى هنعمل اه الهت and miss عبارة عن a مع b2 الانترسيكشن ال اه دي اروجن اروجن مع b2 اوكي يبقى ال اروجن مع b1 الانترسيكشن ال اروجن مع b2 طيب فانا وصلت ان انا عند ال a وعند ال w وعند ال w minus x عايزة بقى اجيب ال a اروجن b دي ال a اه دي ال a اروجن b طبعا دي ال a complement لو كل صفار واحد بقى واحد وصفار اه لو عملت d لو عملت d اه ال a ال a ال a عملت لها اروجن مع b1 d d عملت لها اروجن مع ال x اروجن يعني fit يعني لازم البتاع ده بقى موجود هيبقى ل ايه ده مش موجود غير مرة واحدة بس ده فهيبقى ال natin بتاعه عبارة عن نقطة اوكي ولو جد عملت نفس ال a هنا هتلاقي زهر برضو بس هزر منه حت صغير فده ال natin ال a a a a a a a a بعد كده اعمل a complement a a a a a a اعمل ال a هزهر لي ناتج هو ده يعني ال a complement مع ال b minus اكس هيديني نقطة اوكي طيب بعدين اعمل ايه اعمل تقطع اعمل تقطع لده مع ده تقطع ل ال ناتج ده مع ال ناتج ده هيديني يلم انت واحد وهو اسمه زير طبعا دي بن حاجة غريبة بس احنا مش بنقف على كده انا دي كده معناها اا يعني دي دي كده النقطة دي فانا عندي ايني ا�� طبقت فيه الحقيين دول اللي هو a a c اكس. هي طلاع لي النقطة دي. انا بها جامل بين النقطة دي والنقطة دي. هي طلاع على ايه؟ نقطة واحدة. النقطة دي عبارة عن الـ center بتاع الـ object اللي أنا عايز أجيبه ده الـ center بتاع الـ object يعني هنا أنا دلوقتي أماني دور على الـ x الـ x مش موجود غير مرة واحدة هتقول ليش بقى أن الـ x موجود أجوبها الـ y برضو عادي لأ أنا عايز الـ object ده ويكون حواليها بيض الـ object يكون موجود فهو موجود مرة واحدة بس فين عند الـ x هتديني الـ center وأنا هكمل أنا عادي لأن أنا عندي الـ dimensions بتاع البوكس طيب لو عايز تطبق الـ structuring المنت على المثال ده نعمل نفس الـ operation عندي الـ a واعمل الـ a origin مع الـ b1 اللي هي المربع المربع الـ s و ده ده هو عبارة عن الـ b1 هتعمل الـ a origin مع مربع صغيرة هتطلع لي مربعات صغيرة كتير تمام؟ بعد كده الـ a complement لأننا هنا عندي الـ original image اهي وبعدين عمدت لها الـ origin مع الـ b1 الـ b1 اللي هي مين البوكس الصغير ده ده البوكس اللي أنا عم يدور عليه لأننا أصلا في الـ head and miss الـ هدف بتاعي إن أنا بعمل shape texture أو object texture بدي تكتيف المثال بتاعي المربعات الصغيرة فهيبقى الـ b بتاعتي هي عبارة عن المربع الصغير زي ما كان هنا الـ b بتاعتي عبارة عن الـ x1 هاي الـ b1 عبارة عن الـ x والـ b2 عبارة عن W-x فأنا هنا عندي الـ b1 عبارة عن البوكس الصغير ده طيب خلينا أجيب الـ e-complement وبعدين أعمل e-complement origin مع b2 ويرن الـ b2 هي عبارة عن ايه عبارة عن الـ window اسمها W minus الـ a الـ b1 أو minus الـ object بتاعي يبقى بعمل e-complement origin مع b2 ده الـ natic بتاعه بعدين أعمل intersection بين c1 والc2 اللي هو ده هو ده intersection بينه intersection هتلع عن نقضي 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 وأنا أتمنى تكون زهرة يعني بعدين بقى بروح مكملة النقط اللي هي الحمرة دي وأعمل حواليها مربع اللي هو المربع الاسود ده تمام فهيديني مربعات قصد الحمرة مربعات الحمرة دي هي حاجاتنا okay ده يعني ايه hit and miss طبعا ده مثال تاني هتلاقيه مثلا هنا المنتعبارة عن ثلاث وحايد جنب بعض فيبدأ يدور هنا على ثلاث وحايد جنب بعض كلمة ثلاث وحايد جنب بعض معناه أن حواليها بيض يعني هي الثلاثة دول موجودين وحواليها بيض هتلاحظ هنا ان دور لي كده على ثلاث ثلاث وحايد جنب بعض هتلاقي هنا ثلاث وحايد وفي هنا بتاع هنا ثلاث وحايد وفي هنا دول اربعة ده ثلاث وحايد خد بالك انت ثلاث وحايد ده الناتج لاتلي عندي واحد بس دول اتنين وحايد لعندي وحايدين مش هارفة دول اتنين وبعدين نازل كده دول ثلاثة وبعدين في حاجة فوق دول ثلاثة وبعدين في حاجة تحت دول اتنين ده واحد دول ثلاثة وفي حاجة نازلة فانا لازم ادور على ثلاثة يكون حوالين هو بيض طبعا كل الثلاثة اللي هنا مش هناخدها لان ما فيش حولها بيض فوق تحت يعني وهكذا فهيطلع لي هنا الناتج بتاع الهت اند ميس اللي هو ايه اروجا مع بي واحد ودي ايه اروجا مع بي اتنين واعمل اليونيوم من الاتنين هتلع لي ايه النقطة دي اوكي هتلع لي النقطة دي النقطة دي معناها ان اناآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بواحد ده هو ده عايزي جيب الويندو فهيبقى لازم يكون في فوق وتحت ومين وشمايه فيه ثلاثة يبقى عندي هنا اربعة ودي خمسة وفوق في باقي واحد ادنين تراتة اربعة خمسة فيه ثلاثة خمسة في ثلاثة ده افصد حاجة الويندو دي مش الويندو دي عبارة عن الويندو مينس الاكس يعني لازم تشيل الاكس تحط بيطالها هنا وصفار بعدين هتعمل الـ A-Rogen مع الـ B والـ A-Complement مع الـ B2 من اللي جهة لحكي ده برضو من ضمن الحاجات يعني اللي هو في المورفولوجي احنا عرفنا انه ممكن نعمل ممكن نعمل ممكن نعمل ممكن نعمل ممكن نعمل ممكن نعمل برضو ممكن نعمل حاجة اسمها سكيلوتونيزيشن سكيلوتونيزيشن يعني ان انت هيكون عندك اوبجيكت وانا اروح مديلك اللي ايه السكيلوتون بتاعه او اللي هو بيسموه الهايكل بتاعه يعني عندي اوبجيكت ايه في الاخر هو الوبجيكت ده ماشي يمين شمال فوق تحت اللي هو الـ Directions بس فده ممكن نساعدني ان انا ممكن حتى في الحاجات الميديكال او النفحات برضو اللي ايه الجوجل ماب ممكن يبقى عندي عندي طرق كتيرة وانا اقول لك على فكرة في طريق هنا بس وطريق هنا وطريق هنا لان انا مش محتمى عارف عرض الطول او حاجة عرض الاصل الطريق يعني انا محتاج عارف بس ان في طريق هنا هده ممكن ساعات ممكن اعمل كلمة سكيلوتونيزيشن هيا طالما بصغر شرينك بقى بقى جات نتيجة اليروجن يعني طيب بقى عكده في finding the intersections ممكن يبقى عندي اوبجيكت ببقى عايز اجيب النقط الـ Intersection between elements دي ممكن تفيدني في اي حاجة يعني فده الانترسيكشن طيب ده بس المورفولوجي باختصار هو عبارة عن mathematical احنا دولت بنكلم عن mathematical مورفولوجي بيكون الهدف منه ان انا بحاول الموجودة في الصورة عندي وطبع ممكن استخدم المتعرفة عليها وبيستخدم فيه كتير زي المورفولوجي باختصار وهو طبعا دين تبقى واضحة احنا قلنا بس في الاول شوية concepts كده يعني ويعني ايه مثلا فقدني بس ويعني ايه فرق بينهم وبعدين بدأ نتكلم عن وقامت ان انا قدر اغير المنت بتاعي من او من او من لو انا عملت ايه طيب وعرفنا الاروشا ممكن يساعدني في ايه ممكن يساعدني ان انا بسبلت الارض برضو ممكن يساعدني ان انا يعني في الكراكتر ممكن يخلي الوبجيكت ممكن يصلح الكسور اللي موجودة او انه حتى بيخلي الوبجيكت بولد او بيريبير الانتروجين زين حاجات اللي هي ايه برضو كسورة في النصر كده بيخليها كأنها سليمة يعني ممكن اعمل ديواليتي او ان انا ممكن دي توصلن دي ممكن اعمل دي بدل دي ممكن انا مسلا عايز اعمل ديليش اروح ايه اروجين بي واعمل كده يعني دي الوبنينج وكلوزينج وفايدتهم خد نمسال يعني على كل حاجة بعدين خد نمسال باوندر اكستراكشن وبعدين الريشون فيلنج وبعدين ال اه هتقدمش ترانسفورميشن اوكي طيب ان شاء الله نتقبل فيديو تاني اه على خير موسيقى